تلت سنوي هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلت سنوي تلت سنوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي العزاء طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم في المراجعة النهائية لهذا العام في جزء الكيميا غير العضوية الباب الأربع أبواب قبل الكيميا العضوية برحب بكم على قناة مدرستنا برعاية وزارة التربية والتعليم النهاردة سوف نتناول بالمراجعة زي ما قلنا الكيميا غير العضوية الباب الأول والثاني والثالث والرابع فتعالوا معي نبدأ مع بعض المراجعة ونشوف إيه الأسئلة اللي هنراجع من خلالها المنهج في هذه الحلقة هنبدأ بمراجعة الباب الأول ومجموعة من الأسئلة مهمة جدا وأرجو من حضراتكم أنك تركز معايا في الحل ويكون معك ورقة وألم وتبدأ تدوم معايا الملاحظات والمعلومات اللي احنا بنقولها إثناء عملية الحل علشان تقدر بعد كده تستوعب أو تراجع المعلومات التي تقالت وتقدر تحل من خلالها الأسئلة المشابهة للأسئلة اللي احنا هنجاوب عليها في هذه الحلقة سؤال أول بيقول تخير الإجابة الصحيحة عنصر XY التركيب الإلكتروني لكاتيونهما زي ما نشايف كده عندك العنصر X4 موجب يعني التكافؤ الرابع التركيب الإلكتروني الأرجون 18 و3D1 والY6 موجب يعني التكافؤ السادس AR18 و3D2 دون من مميزات السبيكة المتكونة من العنصر X مع أحد سبائك العنصر Y مع الكربون طبعا هنا فكرة السؤال هنا أنا عايزة يشوف السبيكة اللي هتتكون مع العنصر X مع أحد سبائك العنصر Y مع الكربون يعني عنصر Y عمل سبيكة مع الكربون وهيعمل سبيكة مع X فالسبيكة النتجة الجديدة هتكون أحد صفاتها هنا عشان تعف تحل السؤال ده واتلازم تعرف أولا مين X ومين Y عشان نعرف مين العنصر X و مين العنصر Y لما يكون عندي التركيب طبعا هنا عن طريق التوزيع الإلكتروني ولكن هدي لك النهاردة معلومة مهمة جدا و قانون سهل جدا تقدر من خلاله تحدد العنصر تقدر من خلال جمع عدد التأكسد زائد 18 اللي هو عد الزر للأرجون زائد عدد إلكترونات دي تقدر تحدد بذلك العدد الزري و من خلال تحديدك العدد الزري هتقدر تحدد مين هو العنصر فلو شفنا هنا العنصر X عدد تأكسده 4 زائد 18 زائد 1 يبقى إذن هنا 23 يبقى عرفنا إن X ده عنصر الفانديوم طب Y هيكون مين؟ هنجمع 6 زائد 18 زائد 2 طبعا هنطلع 26 يبقى ده عنصر الحديد إذن أنا حددت إن X هيكون الفانديوم و Y هيكون الحديد لما يكون سباك الحديد Y مع الكربون يبقى معنى ذلك إن أنا ده بعمل هنا حديد صلب حديد صلب لما هيعمل سبيكة مع العنصر X اللي هو الفانديوم يبقى في الحالة ديت هيكون سبيكة الفانديوم و الصلب طبعا إنت حديدتك عارف إنها بتقاوم التآكل ولها قساوة دي من خصائص سبيكة الفانديوم و الصلب سؤال الثاني بيقول عنصر انتقالي رئيسي من السلسلة انتقالية الأولى في حالة تأكسده موجب 2 يكون له أكبر عزم مغناطيسي فإن التوزيع الإلكتروني لهذا العنصر في حالة تأكسد موجب 3 يكون هنا برضو نفس الفكرة إن حضرتك علشان تحدد العزم مغناطيسي لازم تفهم حضرتك عزم مغناطيسي معناه عدد الإلكترونيات المفرادة فلما يكون هنا عدد العنصر وهو في حالة تأكسد موجب 2 يكون له أكبر عزم مغناطيسي طبعا أكبر عزم مغناطيسي يعني معناه عنده خمس إلكترونات مفرادة وده أكبر عزم مغناطيسي فإن التوزيع الإلكتروني لهذا العنصر في حالة تأكسد موجب 3 معنى ذلك إن موجب 3 معنى أنه فقد إلكترون من الإلكترونات المفرادة يعني في هذه الحالة هيكون توزيعه اللي هو أربون طمانتاشر فور إكس زيرو إسري دي أربعة خد بلا حضرتك معايا من حتة مهمة جدا لما تيجي تتكلم على توزيع إلكتروني إلى أي يون فلازم يكون الفور إس فاضي يعني ما فيش حاجة اسمها فور إس يكون عنده إلكترونات ويكون هو متحول إلى أي يون لأنك فاهم حضرتك أن العنصر الانتقال عندما تحاول إلى أي يون فنفقد أولا عدد الإلكترونات الموجودة في الإس ثم يفقد إلكترونات من الدي وبالتالي هنا الإجابة هتنحصل ما بين ألف وجيم و دال طبعا إحنا قلنا هنا لما يكون موجب اتنين عنده خمس إلكترونات مفرادة يبقى أكيد موجب تلاتة هيكون عنده في الدي أربع إلكترونات مفرادة وعشان كده إحنا اخترنا الإجابة دال سؤال التالت سؤال مهم جدا بيقول عند إضافة حمض الكابريتيك المخفف إلى مادة X تكون محلول ملح وبعد فترة من الزمن تم إضافة محلول النشادر إلى الناتج فتكون راسب أي الاختيارات الآتية صحيحا بالنسبة للمادة X والملح والراصب على الترتيب هنا جايب لنا جدول الجدول هنا محدد لاختيارات ألف و بيه وجيم و دال والمادة X والملح والراصب حضرتنا هنا أخذ بالك وإحنا بنقرأ الكلام في السؤال نركز على الكلام يقول عنده أضافة حمض الكابريتيك مخفف إلى مادة X تكون محلول ملح وبعد فترة من الزمن تم إضافة كلمة فترة من الزمن هنا لها معنى هنا تتوقع مدام قالك بعد فترة من الزمن معنى ذلك أن الملح اللي تكون في الأول قابل للأكسدة فأنت لما سبته فترة اتأكسد وعدد تأكسده زاد طيب أولا حتة تانية مهمة أن لما يكون عندك حمض الكابريتيك مخفف لو خدت بالك هتلاقي أن المادة X في الاختيارات ستطلق FEO له أكسيد حديد 2 وأكسيد حديد 3 وأكسيد حديد مغناطيسي وأكسيد حديد 2 في الإجابة دال طبعا هنا زي إحنا عارفين حمض الكابريتيك المخفف من يتفاعل معي أو يتفاعل مع أكسيد الحديد 2 فقط لكن أكسيد حديد 3 وأكسيد حديد مغناطيسي بيتفاعله مع حمض الكابريتيك المركز وبالتالي أنا هقدر أحدد إجابتي هنا هتبقى محصورة الإجابة ما بين ألف ودال ليه لأن به جيم مش هينفع X لأن X هنا لا يتفاعل مع حمض الكابريتيك المخافى طيب إذاً هنا لما أضيف أكسيد الحديد 2 على حمض الكابريتيك المخافى أتوقع هيديني كابريتات حديد 2 تمام طيب كابريتات حديد 2 لحد هنا الإجابة السليمة لكن هنا قالوا وبعد فترة من الزمن كلمة فترة من الزمن هنا معناها أن كابريتات الحديد 2 تعرض للأكسوجين أو تعرض للهواء بالتالي تأكسات فتحول إلى كابريتات حديد 3 يعني في الحالة دي هنا بعد فترة أصبح الملح كابريتات حديد 3 فلما أضيف عليه محلول النشادر اللي هو هيدروكسيد الأمونيوم يبقى هتكون راصب زي ما هنعرفين اللي هو هيدروكسيد الحديد 3 في هذه الحالة هتبقى الإجابة دال سؤال الرابع بيقول كل مما يلي يمكن إجراءه لخام الحديد قبل اختزاله في الأفران معنا عملية تحويل الخام زي اللون الرمادي إلى آخر لون وأحمر رفع نسبة الحديد في الخام التفاعل مع خليط غازي H2 زائد CO فصل بعض الشوائب عن طريق التوتر السطحي طبعا يا شباب لازم تاخد بالك أن في الأفران بيتم عملية اختزال وإذا كان فرن العالي بيتم الاختزال بأول اكسيد الكربون وفرن ميدريكس بيتم الاختزال بالغاز المائي اللي هو خليط أول اكسيد الكربون والهايدروجين لو حدثت خدت بالك من الإجابات الأربعة هتلاحظ أن ألفه به ودال كل ده بيتم في عمليات تجهيز الخام قبل دخول الفرن للاختزال وبالتالي كل هذه العمليات تتم قبل اختزال الخام في الأفران ما عدا جيم التفاعل مع خليط غازي H2 وCO لأن ده أساسا المركب اللي هيتم عن طريقه اختزال الخام في فرن ميدريكس سؤال الخامس بيقول العبارات التالية تعبر عن خواص بعض عناصر السلسلة الانتقالية الأولى أي منها يمثل العنصر الأعلى كسافة الحقيقة خواص العناصر الانتقالية شباب من الأجزاء المهمة في المنج واللي بيجي عليها أسئلة في الامتحان ويجب أن حضرتك تكون مذاكر أو فاهم خواص العناصر الانتقالية وخاصة الأجزاء الشازة منها سواء في أنصف الأقطار أو في الكتلة الزرية وما شابه يعني لازم تكون فاهم هذه الخواص عشان تقدر تحل الأسئلة الأسئلة دي بتبقى سهلة فقط بتبقى محتاج أنك تكون مراجع ومذاكر خواص العناصر الانتقالية بطريقة جيدة عندنا هنا بيقول إيه بقى هو هنا عايز مدينا مجموعة من العناصر بيقول العبارات دي بتعبر عن خواص بعض عناصر الانتقالية هو عايز يعرف مين العنصر الأعلى كسافة في هذه العناصر أول معلومة بيقول كتلته الزرية أقل من الكتلة الزرية للعنصر الذي يصبقه هنا بالنسبة الكتلة الزرية طبعا نعرف كتلة الزرية بتزداد من اليسار إلى مين بزيادة العدد الزرية مع شزوز بيتضح في النيكل يوبا إذن هنا يقصد هنا عنصر النيكل لأن النيكل كتلته الزرية أقل من العنصر الذي يصبقه له أكبر عزم مغناطيسي في الحالة الزرية تمام العنصر الانتقالي له أكبر عزم مغناطيسي في الحالة الزرية هو المنجنيز برافو عليك المنجنيز 25 فلما توزعه يبقى في الدي في 5 مفرد وبالتالي هيبقى أكبر عزم مغناطيسي في الحالة الزرية يصعب اختزال أيونه من موجب 3 إلى موجب 2 طبعا يبقى داع لطول عنصر الحديد لأن الحديد هو بتميز بهذه الخاصية الأكبر حجم زري من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى طبعا هنا أكبر حجم زرية هيكون أكيد عنصر السكنديوم لأنه هو أول عنصر في السلسلة وإحنا اتفقنا أن الأنصاف الأقطار بتقل من اليسار إلى ميب ذات العدد الزرية حتى الكروم ثم تكاد تكون ثابتة بالتالي هنا هو العنصر الأعلى كسافة هيكون هو العنصر الأكبر كتلة زرية فلو خطب لك هنا هو أكبر عدد زرية هتلاقي هنا عندك 21, 26, 25, 28 يبقى معنى ذلك أن النيكل هو أكبر كسافة بالفعل الاختيار هو الاختيار رقم واحد سؤال 6 بيقول للحصول على أكسيد حديد مغناطيسي من كولوريد الحديد السلاسي فإن العمليات التي يجب إجراؤها على الترتيب هي حقيقة هنا أنا عايزك تاخد بالك صديق العزيز من عمليات التحويل سواء كان في الكيمياة الغير عضوية أو الكيمياة العضوية دايما تحاول تفكر في المركب الأخير المطلوب هنا المركب الأخير هو عايز يحصل على أكسيد حديد مغناطيسي من كولوريد الحديد 3 يبدأ تفكير حضرتك يبدأ في كيفية الحصول على أكسيد الحديد المغناطيسي أكسيد الحديد المغناطيسي عندنا طريقتين للحصول عليه إما يحصل اختزال لأكسيد الحديد 3 إما يحصل أكسادة للحديد عند درجة 500 أو تفاعل حديد مع بخار الماء عند درجة 500 معنى ذلك أن عشان أحصل على أكسيد الحديد 3 يبقى لازم العملية الأخيرة هتكون إما اختزال أو أكسادة للحديد أو تفاعل حديد مع بخار الماء فلو أنا بسط للإجابات الأربعة الموجودين قدامي هلاقي أن ألفوا بها أخرهم اختزال بينما جي مودال الآخر تفكك حراري وتفاعل مع محلول قلة يبقى أنا هستبعد جي مودال خد بالك دي طريقة التفكير في الحل هبدأ أفكر في الخطوة اللي قبل الاختزال طب أنا هختزل هختزل مين إحنا نتفقد أنك لو عايز تحصل على أكسيد الحديد مغناطيسي يبقى معناها حضرتك هتختزل أكسيد الحديد 3 طب أكسيد الحديد 3 هل بيجي بالأكسادة ولا بيجي بتفكك حراري طبعا أكسيد الحديد 3 ممكن يجي بالطريقتين لأنه ممكن حضرتك لو أكسيت الأكسيد الحديد 2 هديك أكسيد حديد 3 ولو عملت تفكك لكابريتات الحديد 2 برضو هديك أكسيد الحديد 3 طيب نبص للجزء الأولان هنا أو ممكن كمان تعمل لو سخنت أو عملت حلو الحراري لهيدروكسيد الحديد 3 في درجة حرارة أعلى من 200 يبقى حضرتك هنا علشان توصل لأكسيد الحديد 3 هنا الخطوة الأولى في ألف بيقول التفاعل مع حمض الهيدروكوليك طبعا لو حضرتك هتعمل أكسادة ليبقى أنت عايز أكسيد الحديد 2 وطبعا هنا التفاعل مع حمض الهيدروكوليك عمره ما هيدي أكسيد حديد 2 يعني وإذا الإجابة ألف مستبعدة أما به التفاعل مع محلول قلوي فطبعا هنا ده ممكن يكون لأننا أما هفاعل مع محلول قلوي هيديني هيدروكسيد حديد 3 ثم أعمل تفاكك حراري هيديني أكسيد حديد 3 ثم أعمل اختزال هيديني أكسيد حديد مغناطيسي من المخطط المقابل وادرس المخطط كويس المخطط عندي في عندي A وB دول مركبات حديد الأي يتأكسد يدي المركب B والB يختزل يدي المركب A وإذا علمت أن كل من A وB من مركبات الحديد فإن الاختيار الذي يعبر عن كل من A وB هو طيب خد بالحضرتك الف إي 2 أو 3 والف إي أو لو هو بيقول هنا الف إي 2 أو 3 هنا الف إي 2 أو 3 ما بيتأكسدش يبقى في الحالة ديت أنا هستبعد كل الف إي الف إي 2 أو 3 اللي يبقى الإجابة الأولى هستبعد طيب نيجي الإجابة التانية الف إي إس أو فور وف إي 2 إس أو فور كل 3 يبقى إذا هنا كابرتات حديدة 2 الـ A كابرتات حديدة 2 و الـ B كابرتات حديدة 3 طيب إحنا اتفقنا مع بعض إن لما يكون عندي كابرتات حديدة 2 يبقى معنى ذلك كابرتات حديدة 2 هنا يمكن أكسدتها وبالتالي يبقى الـ A ينفع معا ف إي 3 ف إي 2 إس أو فور الكل 3 ده معناه إنه ممكن يحصل له اختزال يعني ممكن تكون الإجابة به صحيحة طيب هل جيم و به صحيح؟ تفكر فيه معايا بنفس الطريقة لما تفكر هتكتشف بالفعل إن الإجابة الصحيحة هي الإجابة B الرسم الذي أمامك يوضح التدرج فيه نصف قطرة العناصر الانتقالية فيه الدورة الرابعة فإن العنصر الذي يستخدم أحد أكسيده فيه صناعة الأصباغ هو طبعا هنا الرسم ده من رسمة رسمة مشهور وبيجي عليها سئلة كتير خد بالك معايا هنا أنصف الأقطار بتتدرج بالنقص من بداية السلسلة الانتقالية الأولى حتى تصل إلى الكروم ثم يبدأ يعمل عملية ثبات لنصف القطر يبقى هنا أنا وصلت للD ثم بعد كده بدأ يحصل ثبات يعني معنى ذلك إن الD هنا يعتبر الكروم هنا العنصر اللي بيستخدم أحد أكسيده في صناعة الأصباغ هو الكروم وبالتالي الإجابة الصحيحة هتبقى G أعزائي الطلبة أنا فاصل قصير ثم نعود لمراجعة باقي أجزاء حلقة اليوم أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلت سنوي تلت سنوي أهلا وسألهم بكم أبنائي الأعزاء نستكمل معا مراجعة الباب الثاني سؤال الآتي بيقول عند إضافة محلول حمض الهادوكلوريك المخفف إلى ملحين مختلفين كل على حدة لتصاعد غاز من كل منهما وكلا الغازين قابل للأجسادة فإن الملحين هما خد بالك هنا من الألفاظ التي تكون موجودة في السؤال وهنا بيقول كلا الغازين قابل للأجسادة طب ترى إيه الغازات اللي أنا عرفها قبل للأجسادة عادة الغازات اللي هي قابل للأجسادة أنت حدك ممكن تعرفها مثلا عندنا أكسيد الكربون في عندي أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون يبقى أول أكسيد الكربون يتأكسر لثاني أكسيد الكربون عندي مثلا أكسيد نيتريك وثاني أكسيد نيتروجين أكسيد نيتريك يتأكسر لثاني أكسيد نيتروجين عندي ثاني أكسيد كابريت وثالث أكسيد كابريت وهكذا دي مجموعة الغازات اللي حضرتك لازم تكون واخد بالك منها مين فيهم قابل للأجسادة فهنا هو بيقول اضاف حمد الهيدروكلوريك المخفف في الملحين فطلع غازين كلاهما قابل للأجسادة من خلال دراستنا لمجموعة أنيونات حمد الهيدروكلوريك لدينا أنيونين فقط هما اللي بيطلعوا غازين قابلين للأجسادة أولا في عندي ممكن يكون الكابريتيت والسيوكابريتات والنيتريت لو أنا خطرت هنا الاختيارات هلاحظ أن في عندي هنا الاختيار الأولاني طبعا هنا في ثيوكابريتات وبيكربونات طلعا بيكربونات طلع سانيوكسيد كربونو ده غير قابل للأجسادة يبقى هلاقي الإجابة دال على اعتبار أنه كي تو اس اس ري اللي هو كابريتيت البوتاسيوم ونيتريت البوتاسيوم واحد بيطلع سانيوكسيد كابريت اللي هو ممكن يتأكسد إلى سانيوكسيد كابريت والتانيوكسيد نيتريك اللي ممكن يتأكسد إلى سانيوكسيد نيتروجين عند إضافة حمد معدني قوي مركز ساخن إلى الأملاح الصلبة X, Y, Z كل على حدة في حالة الملح X تصاعد غاز عديم اللون في حالة الملح Y تصاعدت أبخيرا تسبب صفرار ورقة مبللة بالنشأ في حالة الملح Z لم تظهر مشاهدات فإن أنيونات الأملاح الثلاثة هي بصا صديقي هنا عايزك دايما تدور على مفاتيح الإجابات يعني إيه مفاتيح الإجابات؟ يعني أنا عندي مفتاح مهم جدا هنا بقول تصاعدت أبخيرا تسبب صفرار ورقة مبللة بالنشأ مين الغاز اللي بيسبب صفرار ورقة مبللة بالنشأ هو البرو يبقى إذن أنا متوقع أن ال Y لازم هيكون بي R طيب إذن أنا تقريبا كده أبدا حددت الإجابة يبقى لبيها استبعدها طيب إيه مفتاح تاني موجن حليلي السؤال بسهولة؟ الجزء الأخي اللي هو Z بيقول Z لم تظهر مشاهدات لم تظهر مشاهدات يعني معناه أن هذا الأنيون لا يتحد أو لا يمكن لحمد الكابريتيك أن يكشف عنه طبعا أنا عندي هنا أنيونين ما يكشفش عنهم حمد الكابريتيك المركز اللي هم الفوسفات وي الكابريتات يبقى كي دي سي هيكون واحد أو الزد هيكون يا إما S أو فوري إما B أو فوري يعني كابريتيات أو فوسفات وبالتالي هنا من غير ما مجهود هلاقي أن الإجابة دا اللي هتطلع معايا من المهم جدا يا شباب أني أحاول أفكر في السؤال كويس وأشوف مفاتيح الإجابة في كل سؤال عند أضافة محلول A G إنه أسرين طرات الفضة إلى محلولي الملحين X و Y تكون راصب أصفر في كل منهما وعند إضافة محلول النشادر إلى الرواس بالنتجة اختفى الراصب في حالة محلول الملح Y وظل كما هو في حالة محلول الملح X فإن الملحين X و Y هما من خلال دراستي للتحليل الكيفي عرفت أن عند أضافة محلول نطرات الفضة إلى محلول ملح Y أو محلول ملح الفوسفات كلا هما يكون راصب أصفر لكن التمييز بينهم هنا بيتم إزاي؟ عن طريق المحلول النشادر المركز فباللاحظ أن راصب يديد الفضة لا يزوب في محلول النشادر المركز بينما فوسفات الفضة يزوب في محلول النشادر المركز وبالتالي الإجابة الصحيحة هتبقى الإجابة دال الأنيون الذي يكون رواسب مع كل من الكاتيونات A G موجب 1 و B A موجب 2 يعني من الأنيون اللي يكون رواسب مع كاتيون الفضة و كاتيون البريوم هو نقط والكاتيون الذي لا يستخدم محلول كاربونات الأمونيوم في التعرف عليه هو سؤال مركب ولكن سؤال حلو جدا و مهم جدا طبعا هنا الأنيون اللي بيديني راصب مع البريوم و راصب مع الفضة هو الفوسفات معروف تمام يبقى لو أنا بصيت حتى في الإجابات كده يبقى هلاحظ أن الإجابة جيم هتبقى هي الإجابة من غير ما أفكر في بقية الإجابات لأن الكلور و بيكاربونات و النطرات ما بيدونيش رواسب مع البريوم ممكن الكلور يدي مع الفضة لكن ما يديش مع البريوم يبقى أكيد الإجابة جيم هي تبقى موجودة طب ليه الإجابة هنا لا يستخدم محلول كاربونات الأمونيوم في التعرف عليه؟ طبعا هنا الصوديوم لأن كاربونات الصوديوم بيزوف الماء وبالتالي لن يتكون راصب يمكن التمييز بين محلولي الملحين NH42SO4 و MgSO4 بواسطة محلول هو عايز يميز هنا ما بين كابريتات الأمونيوم و كابريتات الماغنيسيوم هنا عايزك تاخد بلا حضرتك من حاجة مهمة جدا أن أملاح الأمونيوم جميع أملاح الأمونيوم بتزوب في الماء يبقى معنى ذلك أن هنا عشان تميز ما بين محلول الملحين اللي قدامنا دول اللي هما NH4 هو كابريتات الأمونيوم و كابريتات الماغنيسيوم معنى أنك هتضيف عليهم محلول يكون راصب مع واحد و ما يكونش معه التاني يعني أنت عايز حضرتك هنا عايز حاجة تكون راصب مع الماغنيسيوم طبعا هنا من خلال اختيارات النطرات و كولوريد البوتاسيوم و كربونات السوديوم و بيكربونات الكالسيوم طبعا أنا واضح أن أنت هتضيف كربونات السوديوم N2CO3 هيكون راصب مع كابريتات الماغنيسيوم ولا يكون راصب مع كابريتات الأمونيوم وبالتالي يمكن التمييز بينهم عند امرار غاز كابريتيد الهايدروجين على محلول كابريتات النحاس 2 فإن الراصب يظهر عنده هنا في الكشف عن كاتيونات المجموعة التانية اللي فيها النحاس كنا عارفين أن كاشف هذه المجموعة بيكون H2S في وسط حمضي يعني علشان هنا يظهر الراصب لابد أن يكون الوسط حمضي عنده امرار غاز كابريتيد الهايدروجين يبقى الإجابة واضحت جدا معاك أن الإجابة جيم إضافة HCL مخفف نبدأ هنا في جزء المسائل في الباب التاني وعايز تركز معايا حضرتك في كيفية حل المسائل بيقول عنده معايرة محلول NUH مع محلول حمض كابريتيك مخفف فإذا كان للمحلولين نفس التركيز فإنه عند التعادل يكون حجم الحمض المستخدم ومديني اختياراته طيب أنا هنا هبدأ أحل إزاي ركز معايا كده حضرتك بداية حل أي مسألة معايرة لازم حضرتك تحدد رمز أو المعادلة التفاعل ما بين الحمض والقلائي طب ليه بعمل المعادلة هنا بعمل معادلة عشان أحدد عدد مولاة الحمض كام وعدد مولاة القلوي كام طيب أنا عندي هنا NUH هيتفاعل مع H2SO4 عشان يحصل توازن أنا عندي هنا Hين داخلين يبقى لازم يكون قصادهم 2UH عشان يحصل توازن طب أنا عندي NUH فيها واحدة بمعنى ذلك أني عند الوزن هياخد 2 مول من هيدروكسيد الصوديوم أصبح هنا الNB اللي هو عدد مولاة القلوي 2 مول والNA اللي هو عدد مولاة الحمض هيبقى 1 مول دي خطوة أولانية مهمة جدا في حل أي مسألة معايرة الخطوة الثانية أنا عندي قانون أساسي بحل بيه هذه المسألة قانون بيقول إيه MAVA على NA يساوي MBVB على NB الكلام ده بيكون عند التعادل ده قانون معروف جدا وحديتك عارفه أنه عند التعادل بيكون حاصل ضرب تركيز الحمض في حجمه على عدد مولاة وبيساوي حاصل ضرب تركيز القلوي في حجمه على عدد مولاة تعالوا نعوض هنا بيقول إيه بقى هنا قال إن المحلولين ليوم نفس التركيز عادة لما يجيب لك حاجة بهذا الشكل وقولك إن ليوم نفس التركيز نفس الحجم عوض عن التركيز أو الحجم اللي هما الاتنين المتساويين برقم واحد تمام؟ فإنه عند التعادل يكون حجم الحمض المستخدم يساوي تعالوا نعوض هنا بيقول يبقى واحد في VA على واحد اللي هو عدد مولاة الحمض هيساوي واحد في VB على اتنين اللي هو عدد مولاة القلوي لو خدت بالك هنا هتلاحظ أن VA هيساوي نصف VB يعني معناها إن حجم الحمض هيكون نصف حجم القلوي وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون الاختيار به عند إضافة 200 ملي مقطر ملي لتر عند إضافة 200 ملي لتر مق مقطر إلى نصف لتر من محلول NUH هدروكسيد السوديوم تركيزه واحد من عشر مولاري فإن تركيز المحلول يصبح هنا السؤال ده برضو من الأسئلة السهلة جدا ولكن أحيانا عدد كبير من الأعزاء ما بيعرفش يحلوا لا خد بالك هنا المفروض لو خدت بالك هتلاحظ أنه لما ضيف 200 ملي لتر إلى نصف لتر يعني معنا ذلك أنه عمل تخفيف للمحلول طيب إذا نبدأ نحل أول حاجة حضرتك المفروض تعرف هذا القانون أن حاصل ضرب التركيز في الحجم قبل التخفيف يساوي حاصل ضرب التركيز في الحجم بعد التخفيف يعني MBVB قبل التخفيف يساوي MBVB بعد التخفيف تعالوا نعوض قبل التخفيف كان التركيز واحد من عشرة والحجم نصف لتر طب بعد التخفيف كان MBVB تركيز مجهول لكن الحجم بعد التخفيف أنت ضفت عليه 200 ملي 200 ملي هنا يعني معناه أصبح حجم المحلول الجديد نصف لتر زائد 2 من عشرة لتر اللي هم 200 ملي لتر اللي حضرتك حولتها إلى لتر طبعا بتضرب في عشرة قصة سالب ثلاثة أو بتقسم على ألف عند التحويل من ملي لتر إلى لتر في الحالة ديت أصبح الحجم الجديد هيبقى 7 من عشرة يبقى في الحالة ديت MB هيساوي 1 من عشرة في 5 من عشرة على 7 من عشرة هيطلع الناتج اللي قدامنا ده وهو 0.0714 ويكون الاختيار الصحيح هو الاختيار به السؤال ده برضو من الأسئلة الجميلة جدا ومهمة جدا بيقول ما لون المحلول الناتج من خلط 30 ملي لتر من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم 1 من عشرة مولاري مع 20 ملي من حمض الكابريتيك 2 من عشرة مولاري عند إضافة محلول الميثيل البرتقالي إليه هنا مغزة السؤال إيه يا شباب مغزة السؤال هنا هو عايز يقول أنه لما هيضيف هيدروكسيد البوتاسيوم على حمض الكابريتيك بالتركيزات والأحجام اللي موجودة قدام حضراتكم يا ترى هل هيحصل تعادل ولا هيكون الحمض أكتر أو القلوي أكتر هو ده اللي أنا عايز أوصله وبناء عليها هيبدأ أحدد لون الدليل طبعا أنا أحل إزاي؟ أحل بالتريال عادية جدا أول حاجة هحلها مسألة معايرة ولكن هحدد الأول عدد مليات الحمض كام وعدد مليات القلوي كام طبعا من خلال معادلة تفاعل المواحز إن كي أو إتش هنا فيه هو إتش واحدة إتش تو إس أو فور حمض الكابريتيك في اتنين إتش وزيما قلت لحضرتك لازم يكون عدد الإتش يساوي للو إتش وبالتالي يبقى أنا هاخد اتنين مول من كي أو إتش بعدد مليات القلوي اتنين وعدد مليات الحمض واحد طب بعد جدا هعمل إيه؟ بعد جدا هبدأ أحسب ناتج الـMAVA على NA لكل واحد يعني أحسب للحمض الوحد وللقلوي الوحد لما أجي أحسب للحمض يبقى 2 من 10 في 20 على 1 هيطلع الناتج 4 ده بالنسبة لحاصل ضرب تركيز الحمض في حجمه على عدد ملياته طيب تعال نشوف بالنسبة للقلوي إيه اللي حاصل لو إحنا أخدنا الهدروكسيدي بـ 2 من 10 في 30 على 2 طلع الناتج 3 هنا عدد مليات الحمض أكبر من عدد مليات القلوي خد بالك يبقى معنى ذلك هنا مفيش تعادل ولكن في حد تركيزه أكبر من التاني فواضح هنا أن التركيز الحمض هو الأكبر طب نرجع هنا بقى للأدلة يا طرى الميسيل برتقالي في الوسط الحمض بيكون إيه التأثير طبعا عارفين أن الميسيل برتقالي بيبقى لونه أحمر في الوسط الحمض تفاعل 125 من ألف مول من حمض الكابريتيك المركز الساخن مع وفرة من نطرات الصوديوم وعند معايرة حمض النيتريك الناتج تعادل مع 200 مليلتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم احسب تركيز هيدروكسيد الصوديوم الحقيقة دي مسألة من المسائل اللي محتاجة تفكيره فكرتها إلى حد ما فكرة صعبة شوية ولكن مع بعض هنتعلم إزاي نقدر نفكر في هذا النوع من المسائل لكن اسمحوا لي نطلع فاصل ثم نعود ونحل هذه المسألة ونشوف حل المسألة ممكن يكون إزاي تلت سنوي هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلت سنوي تلت سنوي تلت سنوي هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلت سنوي تلت سنوي أهلا بكم مرة تانية يا أصدقائي الأعزاء تعالوا مع بعض نشوف حل المسألة اللي احنا توقفنا عندها هنا هنحل المسألة دي ازاي؟ أول حاجة تحل المسألة دي لازم تعمل تفكر في لازم نحسب عدد مولاد حمد الناتريك اللي اتعدلت مع هيدروكسيد أصدقائي دي هنحسبها ازاي؟ دي بنحسبها من الجزء الأولاني من المسألة فاحنا لازم نعمل المعادلة اللي هي بتقول NA NO3 زائد H2SO4 المفروض انها بتديني NA2SO4 زائد 2HNO3 اللي هو حمد الناتريك إذا من خلال هذه المعادلة لحظت أنه 1 مول من حمد الكابريتيك يبقى H2SO4 خدت منه 1 مول طلع لي HNO3 2 مول لحظ معي هنا يبقى المعادلة الأصلية أنه 1 مول حمد الكابريتيك بيطلع 2 مول حمد نايتريك طبعا أنا المتفاعل معي قد إيه؟ متفاعل معي 125 مول من حمد الكابريتيك يبقى يا طرى دول طلعهم حمد نايتريك قد إيه؟ يبقى في الحالة دية هنا عدد مولات حمد نايتريك هيساوي لما أنا هضرب طبعا 2 في هذا الكلام هيطلع الناتج 25 من 100 يبقى خد بقى بلك معي يبقى الأكس دي هنا هتساوي 25 من 100 إذا في الحالة دية حمد نايتريك عدد مولات حمد نايتريك اللي تعادل مع 200 مليلتر منها دوكسيد السوديوم كان بيساوي 25 من 100 مول القانون طبعا إحنا عارفينه بيقول إنه عدد مولات الحمد هيبقى هنا 25 من 100 مول على 1 اللي هو هنا لما يحمد الناتريك بها تفاعل مع هدروكسيد السوديوم هيبقى مول من حمد الناتريك لأن هنا عندك حمد الناتريك HNO3 وهتكشيز السوديوم NAOH زي ما قلت لك هنا فيه واحدة OH وهنا واحدة H يبقى في الحالة دية عدد المولات واحد يبقى هنا عدد مولات متفاعلة اللي هو 25 من 100 مول على واحد المفروض إنه هو بيساوي MB اللي هو تركيز القلوي فيه عدد حجمه اللي هو 200 ملي فيه 10 قص سالب 3 عشان أحولها بي اللتر على واحد وبالحساب هيطلع معايا MB هيساوي 1 و 25 من 100 مولاري كده تبقى المسألة اتحدى تعالى نكمل مع بعض بقية الأسئلة نبدأ مع بعض في مراجعة الباب الثالث في بعض الأسئلة في التفاعل المتزن 2NO2Gaz يديني 2N2O4 يعني يساوي 20 نتروجين يديني 24 نتروجين زائد هيت تتغير قيمة ثابت الاتزان لهذا التفاعل بتغير طبعا هنا عايزك دي معلومة أساسية من غير ما تفكر قيمة ثابت الاتزان سواء الكيسي أو الكيبي لا يتغير إلا بتغير درجة الحرارة فقط وبالإجابة ألف في التفاعل الآتي N2 زائد 3H2 ديني 2NH3 ودلتا H بالساوي سالب 92 كيلوجول هنا واضح من التفاعل أنه تفاعل طارد للحرارة عن دلتا HB السالب يقول يمكن زيادة كمية النشادر عنده معروف إحنا عشان نخلي التفاعل يمشي في الاتجاه الطارد اللي هو تكوين النشادر يبقى معنى ذلك أن أزود تركيز المتفاعلات أو ممكن أخفض درجة الحرارة أو أشوف هل الحجم متساوي ولا لا طبعا عندي هنا في المتفاعلات 4 مول في النواتج 2 مول يبقى في الحالة دي أعمل عملية زيادة في الضغط ممكن تعمل لي برضو زيادة في تركيز كمية النشادر طبعا هنا ممكن أعمل مزيد من غاز النشادر مع خفض درجة الحرارة أي مما يلي تفاعل غير إنعكاسي التفاعل ده بيتكرر كتير في الامتحانات الشباب وبيبقى فيه عندي رغم نوع سهل لكن ممكن أحيانا فيه طالبة بيغلطه طبعا هنا لما يكون فيه غاز أو فيه راسب طالع يبقى التفاعل غير إنعكاسي أما إذا كان غاز وموجود فيه إناء مغلق يبقى بالتالي ممكن يكون تفاعل إنعكاسي فخد بالك من الجزئية ديت هنا التفاعل اللي هيكون غير إنعكاسي هنا واضح هيكون دال ليه بقى لأنه يطلع غاز وهنا ما بيتمش فيه إناء مغلق عند أضافة قطرات من حمض الهايدركلوريك المخافف إلى النظام المتزن لمحلول أسيتات الصوديوم فإن ذلك يسبب طبعا هنا لما أسيتات الصوديوم تعمل لها تضيف أسيتات الصوديوم كمحلول طبعا فيه أيونات صوديوم طالعة وفيه أيونات أسيتات تمام لما هتضيف وطبعا فيه أيونات هيدروني لما هتضيف حمض الهايدركلوريك يوقع معناه إن تركيز أيونات الهايدروجين هيزيد لما يزيد تركيز أيونات الهايدروجين يبقى في الحالة ديت هيبدأ يتكون مية لما تكون ماء التفاعل هيبدأ يتحرك في اتجاه الطاردي علشان يقلل تركيز الماء اللي تكون في هذه الحالة هيتكون زيادة تركيز كاتيونات الصوديو لديك محلولين أحدهم بيه سبغة عباد الشمس والآخر بيه سبغة الميسيل البرتقالي وكلاهما لونه أحمر أي محلي للأملاح الآتية يمكن أن يميز بينهما طبعا هنا انت عشان حاطت حضرتك سبغة عباد شمس وميسيل برتقالي والاثنين لونهم أحمر يبقى معنى ذلك أن الوسط ده وسط حمدي حضرتك علشان تميز يبقى معنى ذلك أنك عايز تضيف مادة قلوية لأن في المادة القلوية طبعا هيتغير لون الميسيل برتقالي عن لون عباد الشمس أو معنى صح عباد الشمس هيدي لك لون أزرق يعني أنت إذا بفكر أنك تضيف هنا مادة قلوية طبعا هنا من خلال التميؤ بتلاحظ أن كربونات السوديوم هو اللي بيدي لك قلوي قوي وبالتالي هيتحول لون سبغة عباد الشمس إلى اللون الأزرق المحلول الماء من حمض الكابريتوز يحتوي على حمض الكابريتوز يا شباب ده حمض ضعيف أو الكترويض ضعيف وبالتالي عندما يزوب في الماء فبيتكون عدد من الأيونات المهم اللي عايزة تركز فيه هنا في الجزئية ديت أنه لما يكون H2SO4SO3 يبقى في الحلقة ديت عند التفكك ممكن يتفكك لـ HSO3 يعني ممكن يتفكك لـ SO3 وـ HSO3 وقبل حضرتك يعني الأيونات الهيدروجين ممكن يطلع أيون هيدرونيوم وكمان ممكن يطلع أيون HSO3 ده في حالة لما يكون اللي كترويض ضعيف عندي في Hين وبالتالي الإجابة الصحيحة تبقى ألف من التفاعل المتزن المقابل ده تفاعل المتزن بيقول إذا كانت الضغوط الجزئية لكل من غاز النشادر واحد ونص أتون اي تي ام والأكسوجين واحد ستاشر اي تي ام وبخار المية اثنين واربعة فإن الضغط الجزئي للنتروجين طبعا هنا القانون بتاعي بيقول إن القانون الكي بي بيساوي ضغط الجزئي للنتروجين اللي هو النواتج على المتفاعلات كل مرفوع القص يساوي عدد المولات لما تكتب القانون وتبدأ تعوض هيطلع لك تركيز أو الضغط الجزئي للنتروجين 8 من 10 اي تي ام إذا كانت قيمة ثابت الاتزان للتفاعل اللي قدامك ده واتكي سي بيساوي عشرين فإن قيمة كي سي لتفكك 2 مول من N2O4 يساوي لاحظ حاجة هنا إن هنا لما التفاعل ده هنا تكوين N2O4 بينما المطلوب عايز كي سي لتفكك يعني معنى ذلك إنه حدث هنا انعكاس للتفاعل طبعا أنا لما حب أجيب كي سي للتفاعل المنعكس بيبقى واحد على الكي سي للتفاعل الأصلي طيب هنا حدث تغير في عدد المولات أه حدث إيه اللي حصل إنه تحول من 1 مول N2O4 إلى 2 مول هنا علمت قاعدة مهمة جدا إنه لما تحب تجيب الكي سي الجديدة يبقى هتقول واحد على الكي سي الأولى مرفوعة لقص يساوي التغير فهنا التغير أصبح من 1 مول إلى 2 مول يبقى معنى ذلك إن الكي سي الجديدة هتبقى واحد على 20 تربيع يبقى في الحالة داية الكي سي الجديدة هتساوي 2.5 في 10 قص سالب 3 إذا علمت إنه حاصل إزابة لهيدروكسيد الرصاص بي بي أو إتش كل 2 هو 2.5 في 10 قص سالب 6 فإنه تركيز أيونات الأو إتش يساوي خد بالك دي مسألة من المسائل المهمة هحلها إزاي؟ أول حاجة عندي ببدأ أعمل عملية المعادلة بي بي أو إتش الكل 2 هيتفكك لبي بي زائد 2 أو إتش لو أنا أقول هنا إكس دا تركيز أيونات الرصاص و2 إكس تركيز أيونات الهيدروكسيد القانون بيقول إن الكي سي بيساوي تركيز الأيونات مرفوع لقص يساوي عدد المولات يعني معنى ذلك هيساوي إكس في 2 إكس تربيع يعني هيساوي أربعة إكس تربيع دا حاصل ضرب تركيزات الأيونات النتجة طيب الكي سي بي عندي لو 2.5 في 10 قص سالب 6 بيساوي أربعة في إكس تكعيب حضرتك هنا هتعمل إيه هتبدأ تقسم الأول هتجيب قيمة إكس وبعد كده هتجيب الجزر التكعيبي يعني حضرتك هتجيب إكس تكعيبي الأول هتقسم 22.5 في 10 سالب 6 على أربعة بعد كده ناتج تحجيب الجزر التكعيبي للناتج فهيطلع الناتج اللي قدامك تمانية وأربعة وخمسين من مية في 10 قص سالب 3 طيب دا كان إكس إكس دا اللي هو تركيز واحد بينما الأو إتش هو عايز تركيز الأو إتش طيب الأو إتش تركيزه إيه تركيزه 2 إكس يبقى في الحالة دي حضرتك هتضرب 2 في 8 واربعة وخمسين من مية في 10 قص سالب 3 هيطلع الناتج 6.786 في 10 قص سالب 3 مولاري وزيب 7 و 2 و 8 و 50 جرام من حمض إتش سي إن في الماء فأصبح حجم المحلول 100 ميلي فإذا علمت أن مديني هنا الكتلة العدد الكتلة الزرية للهيدروجين والكربون والنيتروجين ومديني كمان ثابت التأيون فإن درجة التأيون الحمض تساوي أنا هنا عايز أجيب درجة التأيون طيب هحل إزاي تعال نكتب القانون أول حاجة درجة التأيون هي ألفة بالساوي جز كي إيه على سي إيه طيب إيه موجود عندي أنا هنا في المسألة بتاعتي موجود عندي الكي إيه لكن مش عندي السي إيه طيب هجيبي السي إزاي؟ عندي قانون مهم جدا بيقول إن السي بيساوي كتلة المادة على حجم المحلول بالليتر في الكتلة المولية للمراكم طيب يبقى أنا من خلال هذي القانون أبدأ أقول إن كتلة المادة عندي هو إيه اللي 7 و 258 من ألف جرام على الكتلة المولية للمراكم لها 1 زائد 12 زائد 14 اللي هو H-CN في 100 اللي هي 100 ميلي لتر هو الحجم في 10 سالب 3 علشان أحوله بالليتر يبقى في الحالة ديت هيساوي 2 و 688 من ألف كده أنا جبت تركيز الحمد أقدر بسهولة أحسب الألفة من خلال القانون هيطلع الناتج 61 من 100 فعشرة أس سالب 5 يعني الإجابة دال إذا كانت قيمة بي إتش المحلول مائي يساوي 3 و 7 من 10 فإن تركيز أيون الهدروكسيل أو إتش لهذا المحلول هو M لاحظ هنا هو مديني قيمة بي إتش لكن عايز تركيز أيون الهدروكسيل يبقى إذن في الحالة ديت الخطوة الأولى لازم أحسب البي أو إتش طب هحسب البي أو إتش إزاي تعال نشوف أنا عارف أن البي أو إتش زائد الهد بي إتش بيساوي 14 يبقى بي أو إتش هيساوي 14 ناقص البي إتش في الحالة ديت يبقى البي أو إتش هيساوي 14 ناقص 3 و 7 من 10 يساوي 10 و 3 من 10 تركيز الو إتش بيساوي 10 قص البي أو إتش يبقى في هذه الحالة هيطلع التركيز 5 و 1 من 100 في 10 قص سالب 11 الباب الرابع إثناء تشغيل خلية الوقود بيحصل إيه خلية الوقود لما ندرسها كويس هللاحظ أن تركيز الإلكتروليت يظل سابت ما بيتغيرش تركيز الإلكتروليت عنده تشغيل خلية الوقود لأن الويتش اللي بيستخدم بيرجع مرة تانية سواء في عملية الأكسادة أو في الاختزال لحماية العنصر A بالعنصر B من التأكل خد بقى من الحتة دي هاحمي العنصر A بالعنصر B يحدث ما يلي هنا عشان أحمي العنصر A بالعنصر B يعني معنى ذلك أن الB هيكون أكثر نشاط من الA عشان يبقى حماية أنودية طيب المعروف أن الأنود بيفقد إلكترونات حلو الكلام؟ يعني معنى ذلك هيحصل سحب للإلكترونات من الB إلى الA وتسمى وتمثل حماية أنودية هتبقى الإجابة به باستخدام جهود الأكسادة الموجودة في الجدول التالي أنا عندي هنا ثلاث عناصر A و B و C جهود الأكسادة 52 من 100 فولت والB 12 من 100 فولت والC سالب 34 من 100 فولت الجهود لتنقيد فلز جهد اختزاله 8 من 10 فولت يتم توصيل الخلية التحليلية بخلية جلفانية مكونة من طبعا هنا حضرتك لازم تفكر في حاجة مهمة جدا أولا هنا عشان تعمل عملية تنقية في لز جهود اختزاله 8 من 10 فولت يبقى لازم تديله كهرباء أعلى من 8 من 10 فولت يبقى إذن حضرتك هنا عايز تستخدم خلية جلفانية من الA أو الB والC اتنين منهم بحيث يدي له قوة دفع كهربية أعلى من 8 فولت لو حضرتك حسبت جهود الأكسادة هنا عنده جهود أكسادة فانت هتحسب الAMF لكل اتنين مع بعض واللي يدي لك أعلى جهد يبقى هو دوت الخلية هتستخدمها من خلال الحسابات جهود أكسادة الأنود ناقص جهود أكسادة الكاسود تقدر تحسب مين هيدي لك الAMF الأعلى هتلاقي إن الA والC هي يدي لك أعلى قيمة EMF يبقى في هذه الحالة هتكون البطارية مكونة من الC والA هنا بقى سي بمثل سي بمثل الكاسود والكاسود هنا بيبقى شحنته مجابة فبالتالي هتوصل به عند التنقية هتوصل الفلز المراد تنقيته وبالتالي هتبقى الإجابة دال وإلى هنا أبناء الأعزاء نقول قد وصلنا إلى نهاية المراجعة في هذه الحلقة أرجو من حضراتكم عند قراءة الأسئلة أن يكون الإراية بتركيز وتركز في كل كلمة موجودة في السؤال وأهم حاجة تكون واصق من نفسك وواصق من قدراتك وبمشيئة الله الامتحان ييجي كويس وتحله كويس أراكم في تمام الصحة والعافية ولكم مني كل تحية كان معكم مستر ماجد قديس تلت سنوي هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلت سنوي تلت سنوي تلت سيصف اشترك في سنوات